موسيقى تنظم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الدورة التاسعة لجائزة تمييز للمرأة المغربية تحت شعار الشمول المالي والدكاء الاصطناعي في خدمة التمكين السوسي اقتصادي للنساء هذه المناسبة ليست فقط لتكريم النساء اللواتي قدمنا مشاريع متميزة بل هي أيضا فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي كما يمثل هذا الحدث محطة رئيسية لتقدير هذه المبادرات وتسليط الضوء على نجاحات النساء اللواتي يساهمنا بالدفع بعجلة التنمية داخل المجتمع لقد شهدنا تطورا ملحوظا في عدد الترشيحات لهذه الجائزة من 65 مشروع سنة 2021 إلى 836 مشروع سنة 2024 وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للنساء للمشاركة في هذه الجائزة من مختلف جهات المملكة هذه الزيادة تبين قدرات النساء على خلق مشاريع مدرة للدخل إذا توفرت لهن الظروف والإمكانيات المناسبة مثل الوصول إلى الخدمات المالية والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية كالدكاء الاصطناعي إن الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وضعت عدة برامج لتعزيز ريادة الأعمال النسائية ولعل أهمها الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تسعى لتقديم تدابير ملموسة لتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد وتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف يلعب الشمول المالي دوراً محورياً في هذا السياق فمن خلال تيسير الوصول إلى الخدمات المالية مثل القروض والتمويل تستطيع النساء إطلاق مشاريعهن وتطويرها مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتجاوز العقبات التقليدية التي تحول دون وصول النساء إلى هذه الخدمات من خلال توفير حلول المتكرة وتبسيط الإجراءات وفي هذا الصدد ندعو جميع الشركاء لتعزيز دعمهم لمبادرة الشمول المالي والتكنولوجيا من أجل تمكين النساء في جميع جهاز المملكة إن جائزة تميز للمرأة المغربية هي محطة للتفكير الجماعي حول كيفية تسخير هذه الأدوات لدعم النساء المقاولات في بلادنا كل متمنياتنا بالتوفيق لجميع المترشحات لجائزة تميز للمرأة المغربية في دورتها التاسعة اشتركوا في القناة